اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورمف الأزن ممكن بعض العملات الجراحية في الأزن يحصل منها مضعفات شلل بالعصب السابع وممكن بعض الالتهابات زي بعض الفيروسات زي الهيربس أو كده بيحصل معاها شلل بالعصب السابع في حاجات تانية طبعا زي الغدة اللعبية النكافية لو فيها برضو بعض المشاكل بتعمل شلل بالعصب السابع طبعا تشخيصه بعد زيارة طبيب الأنف وأزن باستبعاد أي مشاكل في الأزن أو في الغدة اللعبية النكافية أو أي أسباب زي كده لو لقينا أن احنا محتاجين زيارة لزميننا دكتور المخ وعصاب بنبتدي نبعط له بعد وجود ظواهر أخرى لإصابة حاجة في المخ فساعتها بنحاول الحالة للمخ وعصاب لو ملقناش كده بيبتدي دكتور الأنف وأزن يكمل العلاج معاها العلاج لأما علاج دوائي وسعب بنلجأ طبعا بيبقى مهم جدا استخدام الكورتيزون عشان هو بيقلل الإديمة أو التورم حوالينا العصب في بعض العلاجات التانية بتبقى خاصة بالحفاظ على العين لأن العين بيكون ما بتقفلش كويس فبيحصل فيها زي جفاف لازم نحافظ على العين لحد ما يبتدي يحصل فترة التشافي اللي هي بتاخد حوالي شهر مثلا حد ما العين يرجع لطبيعته ويقدر يقفل عينه كويس في خلال هزي الفترة لازم نحافظ على العين ببعض العلاجات في بعض الحالات بقى بنتطر نبقى بسرعة عايزين ننقذ العصب ودي غالما تبقى في حالات الإصابات لإما بعد عملية أو إصابة نتيجة حدثة دي بيبقى لازم عملية سريعة اللي هي عملية استكشاف للعصب السابع ونشوف المنطقة المضغوطة عليها ونبتدي نسلك العصب من الحاجة المضغوطة عليها عشان يبتدي يرجع لطبيعته دمتم سالمين